مرحبا بك شكرا من أخي نبيل أهلا طيب تواصل معاناة المؤسسات الصغيرة في الجزائر حلول غائبة الوزارة الوصية غائبة بالرغم أنها أعطت وعود من أجل إعادة إحياء هذه المؤسسات لكن على أرض الواقع ربما يسعب الأمر يعني في الوقت الحالي هذا ولغا نشكرك عن الموضوع هذا يعني جاء في وقته تمام الشيء عندما نتكلم عن الوعود نحن نتكلم اليوم وهذا أرانا على أبواب 22 فبري كما قال الحراك نحن نتكلم بالباب الشباب ما هي الوعود الرئيس بحد ذاته رئيس الجمهورية اليوم عام من البعد يعني كنشوفوا احنا القوالين اللي جاتنا عام من البعد أنا واحد من الشباب المستطبيرين للأولين ما نشور حاني كما قالت بصغاء يعني اليوم ما عندناش إشكال احنا الشباب ما عندناش إشكال في استحدات مؤسسات جديدة احنا الرئيس الجمهورية في الوعود تاو جاء يتكلم على استحدات الوزارة ثم صبحت وزارة منتذبة بالقرب منها من الوزير الأول باش نأخذ بعين الاعتبار بحقيقة ميدانية وليس على الوتيق أكذا ما هو مصير المؤسسات القديمة اليوم كل القوانين تتكلم على كيف رايحين استحددت مؤسسة جديدة ونتكلم على المؤسسة الصغيرة وليس على المؤسسة الناشئة لأن عندنا تنين وزارات باش من خلطوش بيناتهم المؤسسة الشاب اللي راهو متمسك بالعتاد اليوم تعطيله مهلا تايا 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 خمس سنين صدر اللي يباع العتاد تقول له راهو عشرة خمس سن سنة ولي راهو متمسك بالعتاد تايا وحب يخرج من الأزمة هذية تقول له في خمس سنين يعني أن ديركتو مورك تقول للشباب راهو يعبيعوه هذا وشي وشي وفهم الشباب وزيد فخات شي راهو تقول له ما تجيب ليش البينات تعالويسية للعتاد راهو عندك صدر سهلت الأمر قال حبي تسجل روحك في إعادة جدولة من البنوك أو تسجل روحك في إعادة جدولة عن ناس اللي بعد هذا التفاصيل شي اللي أسفنا ونقولها بكل صراحة لأبواب مغلوقة احنا شفنا وورانا باتصال مع كتير من الإخوة الشباب ممثلين من الباب الجمعيات والدنيا وشفنا هناك أبواب مغلوقة للوزارة المنتذبة بيأخذ بعين الاعتبار للمساكل الحقيقية للأرضية للشباب اللي راهو على الميدان عندما تستحدث قوانين جديدة احنا عندنا القوانين القديمة اليوم ما لنساج اليوم بالدلول آسم ما كاش في البلد في العالم اللي تدخلتها يطيق مريال ما تيكزيستيش صحي يعني عندنا أحسن منظومة قانونية من هذا الباب في العالم من الباب استحداث الإشكال سيلا هذا الولاد اللي عنده عشرين سنة من اللي استحدثت هذه المؤسسة لليوم ما نعودوش نحكيه على العصابة وهذا الشي وذلك الشي داع اللي فات وكيفاش داروا هذه المؤسسة هذا الشي داع درس حفظناها عشرين سنة هو يعاني عام من بعد عام من بعد ما ننظرش على وزير على وزارة بحداتها كلش خرجتنا قوانين لينا نقول اليوم ما عندها حتى فائدة باش تخرج من الأزمة الحقيقية الأجزر من كل هذا سيح ممدى أنه قال كان عندي اتصال على عديد من أصحاب مؤسسات صغيرة وقال كان من الأجزر أن يمنحون مشاريع من أجل أن نعيد أحياء هذه المؤسسة وقالوا بصريح العبارة نحن مستعدون لهذه المشاريع اليوم لماذا المشاريع لا تمنح لهذه المؤسسات الصغيرة المتعثرة السؤال سهل يعني للجواب وهذا السؤال حكينا عليه أكثر من عام في البلاطوه هذه وفي البلاطوه هذه قانون السفقات العمومية يتكلم على 20% من البرنامج السفقات هذه اللي يروحوا للشباب احنا نقولوا هذه باللي يعني نقولوا الدولة دارتها نيفور بالصحفة هذه اللي فور ماكملتش لما صار احنا نعرفوا باللي 20 سنة مليار 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 دولاغ يعني في الأجهزة تصرفت اليوم نشوفوا لي سطور وتنشوفوا الأجهزة كذا نسأل نفسنا المقاول للشبه هذا يا واشني يا الحصة تاوي من هذ المشاريع لو كنقولوا 20% يعني سيد لافولي ساغوا البرنامج 200 مليار سيت ان غرون مصنج الاشكال اليوم هذا دفتر الشروط اللي تكلمنا عليه وتكلمنا عليه مع الوزير عام من بعد كان اقل شي كنت اليوم تستحدد دفتر الشروط خاص بالشباب اليوم نشوفوا باللي وزير ما نقولوا ايش وزير نقولوا وزارة بحداتها نقولوا الجهاز بحداته يدير سفقات بين شباب معينين والاجهزة كما سونالغاز كما المياه هذا الشي ما يدخلش في العقل انت اليوم كيفش راح تخير الشاب اللي عنده اجهزة باش يحفر حفرة يا اخي المفروض نديروا دفتر شروط خاص بالمؤسسة الصغيرة ليخرجها للعلان الشباب كلهم سواسية الصغار وحدهم والكبار وحدهم يروحوا في المناقسة هذيك ونفرق وهذرنا في البلاتو هذي اعطينا فكرة البيجي هذا تعليفين بورس انا ما نحكمه وش الله سورس يعني نحن نعلبنا بليكين عشرين في المائة من السفقات العموية يخويا كل وزارات نحية عشرين في المائة من المبالغ تحطها للشباب ويخرج دفتر شروط حق بهم وشباب صح عنده حق اليوم نشوفه برنامج الرئيس الجمهورية للمناطق الضل هذه اموالها راح يتصرف سؤال مطر واحد فعطينا الارقام كم من الشباب استفادوا من هذه المشاريع محلية فهمتني اليوم هذا الموضوع ما عندناش نهاية فيه يعني نحكي هذا الموضوع السهل جدا دير دفتر شروط خاص بالشباب ما تخلطش دفتر شروط الكبار وحدهم ومسغر وحدهم ومن هذا الباب نزيد نضيف لك تكلمنا احنا في البلاتو هذي على الجروب مولوجيني ديرنابل اللي استحدثنا جروب مولوجيني اليومينا هذا ووزارة التجارة رانا معاها في اتصال باش نديروس كونابل هذا يا الانكوباتور الحاضنة جيك انتا في البل بلي اليوم كحاضنة اليوم في القانون يعني السجل التجاري اللي يفصل باش يقول انت عندك حاضنة ما يوجدش للخواص هو الا للدولة وهي اللي بيبينير اللي تبعها للوزارة الصناعة هذا اليوم احنا ما حبيناش ان نفونسيو هكذا ما باش نزيده في نفس المفضوع خدمت عام وراه هي الفيسكاليتي كيفاش اليوم ما في القانونين جدد ما فصلش المؤسسة الصغيرة كيفاش تدفع على الضغط على غرار المؤسسات الكبرى ما زالنا سواسية انت ما تمتش المشاريع للصغار وما يدول وورك تاخد عليهم رافيسكاليتي كيما مؤسسة كبيرة هذه رافيسكاليتي ما زال هضرنا في البلاتو هذا عندنا عام ما زالك انت تمد القروض للاشخاص الطبيعية وليس المعنوية احنا تكلمنا باللي استحدات الشركة لازم تكون معنوية تتكلم وتقول باللي شباب باع العاتات يعني ما كاش هادلو كنترول ما زالنا في نفس الشي يعني نجيبه شباب اي ان بارسون فيزيك نعطيوله اموال ويقدر يزيد الدين ما تريدون بيعو غدوة واش الجديد اللي جاء بعد عام يعني هادي كارتا عظمى على الاسف خاصة انه بعد عام في كلام كثير يدار حول مناطق الظل والاستثمار في هذه المناطق اي مناطق الظل لكن الاشكال انه الاستثمار في مناطق الظل لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المؤسسات مؤسسة صغيرة بل توجهنا مباشرة الى المؤسسة الكبيرة نعم هذا الاشكال لماذا لم تمنح الى المؤسسات الصغيرة المتوسطة من اجل الاستثمار في هذه المناطق هكذا نكون قمنا بعملية موازنتية بين المؤسسات الكبيرة ومؤسسات الصغيرة السؤال المطروح عندما نتكلم ونقوله فيه استحذات من الباب الرقمنة لان احنا قلنا من القبل الرقمنة ليش العلم لا نعمل العلم لا نعمل العلم اليوم في حداته عندنا ارقام استاتيستيك حقيقية الشباب كله حي بيخدم كل الشباب حيب نعم اللي يباع العاتات كثير منهم اللي هذك الاموال ما رحوش بدروها تسيبهم داروا حاجات واحدة اخرى بس حرام يخدموا اليوم السؤال ما تروح امام الازمة الاقتصادية الدولية وليس وطنية يعني اليوم جيب لي قال خباران وقعدوا في النفس الطاوية لونا تعدد هل كاين حقيقة اليوم الشاب الجزائري المستطمر الجزائري في سوق هذا المناخ الأعمال اللي يراه معطال وحتى قيمة يقدر اليوم يدفع الأموال للبنوك هذا مستحيل يعني اليوم ما نعطي حق للشباب على الطالب مسح الديون وبيعف واش أمل صحيح لأنك اليوم انت بعد عام واش جبت تقول لي نروح نمضي على إعادة جدولة أعطيني سفقة نمضي عليها تخلص لي ديون تاعي نمضي لك على إعادة جدولة هذا هو الوعود رئيس الجمهورية على حد ذاته عندما نتكلم ونشوف الأعوام الماضية أنت تحتم على الشباب يجوز على فورنيسور بلا ما ندخلوه في المير في هذا العم قد تابع صحيح كيفش انت الشاب أنا في استيسر يخلص لك 19% من التيفي ويزيد الفورنيسور يعني اللي يرحمي يدي 20% سفدي انت القرض بحد ذاته هذا في الكريدي تأشاب يجو قلع 40% 20% للفائدة خزينة لأهن التيفي و20% لفورنيسور كيف هذا الشاب تخليه انت يستطمر اليوم تقول باللي في إطار الاستثمارات الجديدة تحتم على الشباب أن يأتوا بعشرة حتى 15% من المبالغ يروح يدي اللون دي قوي ماش يجي ديك انت يروح كمستثمر عادي هذه النقطة بالذات 15% أطرت كثير من الحبر خاصة أنه شاب لما يتخرج من الجامعة يحب يحل المشروع لهذا الأمور لا أظن أنه يكون عنده 15% من أمواله احنا في حداتنا أنا أسست مؤسسة ساقيرة في 97 احنا أنا ذاك كنا نجيبه 20% اليوم بالـ 20% سيتي بوكو درجان لنا بسكو احنا في وقتنا لازم تروح لعجوز تبيع ذاب ويجيب هذيك العشرين كان 80 مليون بسكو المبلغ كان 400 مليون الجهاز بيحدث وتطور في إطار بوزيتيف للشباب لأنهم فئة يعانون ما مش مستثمرين يعني أنت البوزيتيف تعود ترجعني لأننا نجيب لابور برسونال يا سيدي معليش أنا نقول نتقلب هذا الـ 15% علاش الـ 15% ما تحلش الموضوع الاستثمار من باب المعواني هذا الشاب يروح يجيب معه مستثمر صحيح هو ليجيب هاتلي كانس بورسون ويأسس شراط شوف شوف من الباب المؤسسة الناشئة المفهوم لأنها ليش نفس السيغة اليوم عندهم لازاس بيعة هذي لازاس بيعة دوت أسهم والمبالغ ليش بنكية يعني الإنسان الاستثمار يكون في حداته كشارك كنت تكوبي بارك وقال أنا ما بلي كانس بورسون مش يتنجيبها جيب شارك لي عنده الخبرة لي عنده المارشي وما عندكش نفتح المجال للشباب قال لي يقدر يجيب شريك مرحبا ولي ما يقدرش يجيقوا عند كيماب كريم موجه يعني عام عام وليوم عام ما زلنا نزيدون سنة وعام اليوم ما رأنا نتكلم على إحصاء وعطينا لديليل 30 ين ديسمبر 2021 البنوك الكونتراوي دور الدريبة الكونتراوي دور كل شيء يدور هذا الشباب يا أخي احنا نطلب من رئيس الجمهورية بحداته في عجالة وعود في أقرب الأجال يستحيل في أزمة اقتصادية دولية وليس إلا محلية نعطيك شيء بسيط جدا اليوم نتكلم على كي نشوف من الباب الاقتصاد وننظروا على الإكسبور ونظروا الإكسبورتاشون احنا البلد الوحيد في إفريقيا اللي ما عرفش إكسبورتي موش داخلي الجيران يتزيكسبورتي بروديو موش داخلي فمتلقصوا هذا الكين بزف من الشباب عندهم قدرات من الخروج من هذه الأزمة ولكن هذه الأمور اللي جات بها ما تخدمش صحيح نتمنى من الوزارة وصية أن تعيد النظر في هذه القوانين في هذه القرارات المتخذة خدمة لهذه المؤسسات لإنعاشها وحتى أيضا لمساعدة الاقتصاد الوطني شكرا جزيلا لك سيد عبدالطيف حمام دا كنت معي ضيفا اليوم للحديث عن هذه الملفات وانشغالات أيضا أصحاب المؤسسات صغيرة شكرا جزيلا لك تبعين الكرام وصلاة لأخذ